صباح الخير شباب، اليوم أول ما فقت الصباح شغلت جهاز الكمبيوتر وبدأت تصفح يوتيوب وإذ لاحظت المشكلة التالية، سنرى مثلاً مثل هذا الفيديو، سنفتحه منلاحظ أنه فتح الفيديو والجهاز يتصفح انترنت، يعني هناك انترنت على الجهاز ولكن للأسف دون صوت وصورة، فقط الفيديو بهذا الشكل يعمل لودنج منقشر لتحت، منلاحظ أن الصور تبع الفيديو موجودة طب ليش ما عم يشتغل الفيديو؟ طيب جيت تصفحت المدونة الخاصة فيني، عبتتتصفح، طيب وين المشكلة؟ ليش الفيديو بالذات ما عم يشتغل علماً أني عم تفوت على الإيميل الخاص فيني عم تفوت على كل المواقع بشكل عام، كله شغال توقعت بالبداية أنه فيه خلل عند شركة اليوتيوب ورح ينحل قريباً ولكن جربت هذا الشيء على جهاز ثاني، لقيته شغال شو حل من المشكلة هاي؟ خليكم معي لنهاية الفيديو بس قبل ما أعطيكم الحل لهي المشكلة شباب عاطوني لايك لحتى يزيد انتشار هالفيديو عم تشوفونا أول مرة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد بعالم التقنية إذا شباب متل ما حكينا بمقدمة الفيديو فتحت اليوتيوب عم يتصفح ولكن للأسف الفيديوهات ما عم تشتغل لا صوت ولا صورة شو لحل هاي المشكلة؟ عندك طريقتين لحل هاي المشكلة أو بالأحرى فينا نعتبرون ثلاث طرق أول حل صديقي قم بمحو بيانات التصفح عن طريق القائمة من هون المزيد من الأدوات في عندي هون محو بيانات التصفح متل ما اننا شايفين عندي الإعدادات المتقدمة جميع الأوقات وبحط إشارات صح على كل شي عندي يا بهذا المكان تمام؟ امحي كل شي معلش حتى لو كلمات مرور عندي الإعدادات الأساسية كذلك الأمر باختار جميع الأوقات وبحط إشارات صح على كل شي وبقول له محو بيانات التصفح ملاحظة مهمة جدا يا شباب بدأك كون حافظ إيميلك حافظ حسابتك على الفيسبوك على تويتر انستجرام لأنه رح تنمحها كلياتها ورح ينمحها معها الباسوردة طبعا ما عم بحكي أنه بتنمحها من سيرفرات الشركة لا رح ينمحوا من عندك من على جهاز الكمبيوتر نفسه يعني حسابك بدك ترجع وضيفه بشكل يدوي تحط إيميلك وباسوردك لذلك لازم تكون متذكرهم هذا هو الحل الأول أما بالنسبة للحل الثاني رح يكون على الشكل التالي كل ما عليك تروح للساعة وبتلاحظ أنه الساعة مالة صحيحة تعمل زر يميني ضبط التاريخ والوقت وتعيين الوقت تلقائيا بتلغيها وبتقول له تغيير بهذا المكان بتحط الساعة بشكل صحيح فمثلا اليوم 15 بالشهر وليس خمسة بقول له تغيير بسكر بسكر برجع بنتقل للقناة مثلا اللي عم تابعها وبفتح الفيديو ومنلاحظ أنه اشتغل الفيديو بكل سلاسة وأموره بكل خير تمام شباب إذن هذه هي الطريقة الثانية أما بالنسبة للطريقة الثالثة هي بسيطة جدا وهي عملية إعادة تشغيل جربت الطريقتين الأولانيات مسح بيانات التصفح وكذلك الأمر تعديل التاريخ والوقت آخر شي بتعمل إعادة تشغيل وإن شاء الله رح يشتغل عندك الفيديو على اليوتيوب شكرا لمتابعتكم شباب وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية شكرا للمشاهدة